الحركة المصرفية في قطاع غزة تواجه أزمة في السيولة النقدية جراء منع سلطات الاحتلال إدخال كميات كافية من مختلف العملات خصوصا الدنار الأردني والدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي ما يتسبب في حدوث عدة إشكاليات للمواطنين ورجال الأعمال على حد سواء عانا قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من خمس سنوات معاناة شديدة في السيولة النقدية لعدم تمكن الحكومة الإسرائيلية وعدم قابلية الحكومة الإسرائيلية إرسال الأموال النقدية لقطاع غزة فعانا قطاع غزة من نقص شديد في عملة الدولار نقص شديد في عملة الدينار أطلقنا على العام 2011 عام نقص عملة الشيكل نتيجة للنقص الخانق في عملة الشيكل الموجود في البنوك هذا كله بسبب الحكومة الإسرائيلية الذي تمنع توريد الأموال إلى قطاع غزة المواطنون الذين يضطرون إلى تسلم رواتبهم من البنوك بعملات أخرى غير الشيكل وبأسعار لا تتناسب مع السوق السوداء يشتكون من خسارة تلحق بهم جراء إعادة تحويل هذه العملات في شركات ومحال السرافة التي عادة ما تخضع للعرض والطلب عدم وجود سيولة نقضية أدى إلى وجود السوداء السوداء لأنه إحنا بلد حر نخضع أسعار العملات للعرض والطلب عدم وجود عملة معينة بيؤدي إلى ارتفاع سعرها فوجود النقض والسيولة بيحارب هذه الزاهرة بكل سعود في المقابل تعمل سلطة النقض الفلسطينية التي حاولت النأية بنفسها عن تدعيات الانقسام على التواصل مع الجهات الدولية ذات العلاقة للضغط على إسرائيل حتى تسمح بإدخال كميات كافية من العملات النقدية إلى قطاع غزة الأمر الذي نجحت فيه جزئيا من دون حل الإشكالية بصورة كاملة نحن عانينا كثير من المشاكل في السنوات الماضية بسبب الانقسام رغم أننا استطعنا أن نحافظ على الجهاز المصرفي موحدا بين الضفة والقطاع وأن بقيت سلطة النقد المؤسسة الوحيدة التي عملت في شطري الوطن تحمل عالم الوحدة الوطنية ونأت بنفسها عن هذا الانقسام بالشكل الذي حافظ على وجود الجهاز المصرفي وستطعنا خلال هذه السنوات أن يتم تحويلات من خلال الجهاز المصرفي ما يتجاوز السبع مليار دولار أتت إلى تخفيف الحصار عن القطاع عودة الجهاز المصرفي إلى العمل بصوراته الاعتيادية في القطاع تحتاج إلى حكومة واحدة في الضفة وغزة حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات التي تتذرع بها إسرائيل محمد الأصل لتلفزيون القدس غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر